بسم الله الرحمن الرحيم نكمل معاكم الجزء الثالث من محاضرتنا اليوم الجزء الثالث رح أكمل فيه زي ما حكينا إحنا ألا بلشنا بالشابتر الرابع بهذا الشابتر مش مطلوب منكم حكي كتير ولا مطلوب منك تبصم كل السلايدات فقط مطلوب منك تفهم الكلام اللي أنا بحكي لك ياه وتحفظ فقط اللي أنا بحكي لك ياه هلا أنا شو اللي حكيت يا مس بالأول أنا حكيت في الصفحة الماضية ثلاث شغلات رئيسية الشغلة الأولى إنه في عنا إش اسمه كاليبريشن شو يعني كاليبريشن؟ كاليبريشن يعني معايرة يعني أنا أتأكد إنه فعلا الجهاز طبيعا بيشتغل صح عما طلع لنتائج صح أموره ماشي تمام التمام طب يا مس كيف بدي أعمل هاد الحكي بجيب إش اسمه ستاندرد شو يعني ستاندرد؟ يعني يا جماعة هو عبارة عن كمية معلومة من الإشي إشي إنت عارف شو هو هلا هذا الإشي اللي إنت عارف شو هو وإنت محضر بذات نفسك إنت مضبط بذات نفسك أو جايق جاهز من الشركة بس معاه معلومات كاملة فرضا هو عينة ستاندرد لا جلوكوز فيه كمية جلوكوز معلومة التركيز فرضا هو إذا مثلا بدأ عاير أو أعمل كاليبريشن لجهاز كرومتوغرافي سواء كان اوتوميشن أو حتى عادي أو حتى يعني كله كرومتوغرافي أو إتش بي أل سي أو قاعد كرومتوغرافي فهو مثلا بيكون ميكسشر معروف في كمية الأشياء اللي فيه ومعروف كل مكوناته وكمان كمية هاي المكونات بتحطهم في هالجهاز هذا المفروض أنت يكون مفرضا عندك زي ما حكينا ميكسشر من مثلا 200 ميل مي 300 ميل كحول مثلا 200 ميل أسيتون فعلا بعد من طبقه على جهاز الكرومتوغرافي لازم يطلع 200 ميل مي 300 ميل كحول 200 ميل أسيتون هسا إذا طلع إشي تاني معناته الجهاز تبعي خربان معناته الجهاز تبعي بدو تصليح الشغل الثاني اللي حكيتها أنه دائما الجهاز بعبر عن التركيز للمواد أو عن الإشي عن طريق إشارات كهربائية كيف يعني؟ يعني مثلا جهاز سبيكترو فوتوميتر فيه ديتكتر إذا انتبهت ال HBLC شو كان فيه فيه ديتكتر وكروموغرام صح؟ مظبوط ولا لأ؟ هلا أنت شو عمل لك الكروموغرام أو هذا؟ أعطاك زي ما إحنا منحكي أعطاك كيرب يعني بالأخير وصلته إشارات كهربائية وحكينا أنه كل ما زادت نسبة الإشارات كل ما زادت كمية المادة بتزيد كمية الإشارات ناتجة عنه بزيد الأبزوربانس بزيد كمية المادة المفصولة أو بزيد حجم البيك على الكروموغرام وهكذا طيب رح نيجي نحكي هنا عن أهم الأخطاء اللي ممكن أنها تخليني أو توجب أني لازم أعمل كاليبريشن الأخطاء هذه أو أكثر الأخطاء اللي ممكن تلاقيها فيه عندنا إشي اسمه سامبل تسامبل فارابيليتي وفيه عندنا انترفيرانس إفكت هدول يا جماعة من أهم الأخطاء اللي ممكن تأثر على الكاليبريشن تبع الأجهزة وتوجب أنك تعمل كاليبريشن للجهاز مرة تانية هل السامبل تسامبل فارابيليتي إيش يعني؟ يعني أنا والله متعود أنه مثلاً نتائج السكري عندي تمام؟ يعني حتى ما عندي المرضى اللي عندهم سكري مثلاً النتائج عندي تقريباً تكون مثلاً مثلاً بين الستين لخمسمية فجأة الجهاز طرق ألف على عينة معينة طيب مستحيل يعني حتى إحنا المتعرفة حتى لو واحد عنده سكري عالي ووصلتها 100 400 450 ما بوصل ألف معناته إذا وصلت إذا طلعت عندي قراءة ألف معناته فيه إنه هلأ ممكن أنت تمشي ستاندرد على هذا الجهاز حتى تتأكد أنه مضبوط ولا لا يعني أمشي على الجهاز مثلاً جهاز الاسبيكترو أو الجهاز اللي أنا عمالي بقرأ عليه النتيجة السكري أني مثلاً أمشي عليه عينة معروفة يعني أمشي عليه والله عندي عينة بعرف أنه كمية الكلوكوز فيها مثلاً 200 خلص بحط العينة هاي ببحثها بنفس الطريقة والله طلعت 200 معناته الجهاز تمام طيب طلعت 300 طبيعي ما أنا متأكد أنه هذا الكمية اللي عندي 200 معناته هون الجهاز بده يكون خربان ومعناته أنت هذا الجهاز لازم تجيب المهندس يصلحه هذا الجهاز عن بعطيك إيش نتائج خاطئة معناته سامبلت و سامبلفرابيلتي يعني أنه تطلع عندي عينة نتيجتها غريبة نتيجتها غير النتائج اللي أنا متعود عليها في العادة حتى لو النتيجة للمريض ما هيني بحكي لك فاح السكري متطلع عن نتيجة 700-800 طب فاش حدا عنده السكر 700-800 بموت يد عنده السكر 700-800 ماشي الحال طيب من إيش بتنتج أغلاط السامبلت و سامبلفرابيلتي مرات بيكون الغلاط في البايبتنج انت في المايكروبايبت لما انت حطيت العينة حطيته كميات خاطئة ممكن يكون في السامبل الانترودكشن إيش يعني إذا انت عندك جهاز كبير انت بتحط فيه مكان تحط فيه العينة هلا ممكن يكون هذا المكان مزدود متلوث فيه إشي أو فيه مشكلة معينة هلا ممكن تكون المشكلة في الديتكتر أو السورس يعني مثلا تكون لمبة سبيكترو فوتوميتر خربانة يكون الديتكتر أو اللي عماله بيحسبلي قراءة السكر خربان معناته إيش هاي أهم الأخطاء أو أهم أسباب هذا الخطأ هادول الثلاثة وهم أهم أسباب هذا الخطأ فيه عندنا خطأ تاني اللي هو بسموه انترفيرنس افكت كيف يعني لما أنا بيكون فيه عندي أكتر من إشي بيأثر على النتيجة يعني مثلا أنا بدي أفحص وإذا أنتو حضرتوا لا بالبايو كيميستر الأخير أنا حكيت عن إنه في بعض الأشياء ممكن تأثر على نتيجة السكر مثلا بعض أنواع من الأدوية هلا إذا مثلا كان في عندك مريض عنده أكتر من نوع أو عم بيأخذ أدوية معينة ممكن تعطيك نتيجة سكر خاطئة في الحالة هادي لازم أنت بسموه انترفيرنس افكت يعني فيه إشي أثر على النتيجة وأعطاني وخلالي إياها تكون خطأ وفي هاي الحالة حتى أتأكد كذا لن ابدأ من نتيجة قبل ما 효..! يا المريض لازم أعمل إلى جهاز Shopify أو مع Weihn ﷺ кليبريشن أو أعمله معايرة هلا فهمت عيلي تمام يعطيك العافي هذه الصيف المربع من النوعين من ستاندرد لا أنا لتحدث عن المعاهر اسمه standard وفي عندي نوعين من ال Standard وفي عندي External Standard وفي عندي Internal Standard خلاص سأفهمك ما يعني External Standard وما يعني Internal Standard نبدأ بال External Standards external standard يا جماعة هو عبارة عن standard مستقل تمام مادة انت عارف تركيزها بالضبط هي طبعا نفس المادة اللي انت بدك تحللها او تكشفها انا بده اعمل كوليسترول standard cholesterol عبارة عن كمية معلومة التركيز من الكوليسترول بدي اعاير لفحص مثلا بروتين بيكون عندي كمية معلومة التركيز من البروتين هلا الفكرة في external standard انك انت ما بتضيفه على العينة ركز معينك انت شمالك ما بتضيفه على العينة هلا الانترنال standard هتكون هي مادة انت بتضيفها على السامبل تبعتك او بتضيفها على العينة اللي بدك تحللها هون بيكون اشمال واحدة مستقرة طبعا بيحكي لك non data from calibration standard and unknown data of sample generative quantitative report شو هاد الكلام معناته يا ميس هاد الكلام معناته انك انت تستخدم standard تمام حتى تعمل خلنا نحكي data خاصة فيك حتى تشوف كيف شغلك كويس ولا لا external standard حكينا هو بيكون عبارة عن standard or non material اشي عن non material يعني مادة معروفة ومعروف التركيز تبعها طبعا external to non material يعني external يعني هو اشي خارجي ما بضيفه انا على العينة اللي بدك اكشفها او على عينتي اللي بدك تحصل المريض طبعا external standard one of the most common brush calibration يعني اكتر الطرق اللي متبعة فيه ال calibration طبعا هي او بتكون استجابة سريعة جدا لأي مشكلة لأي مشكلة في عمل الأجهزة لأي مشكلة في عمل الأجهزة هاي بالنسبة لل external standard ما بدي تعرف عنه اكتر من هيك بالنسبة لل internal standard تمام بدك تعرف انه دايما متل نستخدم اكتر ايش ال internal standard لما انا بيكون في عندي sample to sample variation يعني الاخطاء مش احنا حكينا خطائين دايما 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 لما يكون عندي sample to sample variation بدك نستخدم مش external standard نستخدم ال internal standard بدك تعرف طبعا دايما انه ال internal standard بنستخدمه اذا مع sample to sample variation حكينا من ايش بنتج sample to sample variation sample to sample variation error ممكن ينتج من عملية خلنا نحكي تحضير العينة ممكن تنتج من عملية حتي تخزين العينة ممكن تنتج من عملية ال detektor ايش يعني اللمبة خربانة او الكاشف تبع الجهاز خربان الى اخر اكتر من هيك ما بدي تعرف عن internal standard طبعا ضل بس تعرف هون اخر اشي انه ال internal standard يا جماعة اه هو نتائجه بتكون ادق من external standard هاي نقطة مهمة لازم تعرفها اه بدك تعرف انك طبعا انت ال internal standard شو بتعمل اه بدك اضيفه او بدك اضيفه على sample تبعتك تمام بدك تعرف كمان انه ال internal standard اه هو ما بيكون نفس المادة يعني ما بيكون كلسترول فرضا يعني انه نفس التركيز هو بيكون شبيه للكليسترول مادة شبيهة للكليسترول تتمتع بنفس الخصائص تمام بتضيف هاي المادة على sample وعلى blank تمام اكتر من هيك ما بديك تعرف نهائيا 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 هاي ها شطب ها شطب وهات شطب وشطب لآخر الشابتر شطب لآخر الشابتر ماشي الحال أكتر من هيك ما بديك تعرف من هذا الشابتر هيك بيكون يا جماعة خلصنا الجزء الثالث من محاضرتنا يعطيكم العافية